الله لن يرسلني للجحيم صح هاي صدقت فيها لأنها مش إرادة الله إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وعلى فكرة خلينا أوضح الجهنم مش لإلك ولا لإليه ولا لأي واحد بشاهد الجهنم هي بالأصل معدة لإبليس وملائكته ويستخدم يعني كتير ألقاب يمكن جهنم هي كان واد النار عندنا في القدس اللي كانوا بيحرقوا فيها ذبايح للإله مولوك ومالكوم في طبعا جنوب أورشاليم ويسموا واد النار اللي كانوا بيحرقوا كتير مزابل وأشخاص فسميت يعني واد بن هنوم أو جهينا لكن هي بترمز لجهنم للجحيم وفي النار المعدة لإبليس وملائكته في اللي بيتكلم عن بحيرة النار والكبريت المتقدة إلى أبد الآبدين فأوعك تنخدع بكلمات أو حد بكلمك يقولك لا 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 جهنم هاي كانت في القدس ولا إنه الإنسان لا لا عدالة الله بتتطلب وإلا أي شخص مضل وبضل ملايين في بدع وديانات مزيفة وين يروح وين العدل ولا واحد مثل هتلر بيقتل بالحرب العالمية التاني راح ضحاياها عشرات عشرات الملايين وقتل ست مليون يهودي مثلا وين العدل إذا ما فيش عدالة في الأرض فعدالة الله بتتطلب أنه لازم يكون في دينوني لازم يكون في عقاب فيا صديقي صدقني حتى الخطيئة الصغيرة تأخذنا كمان على إجهنم خلينا أكمل وأقول ولكن الزمن مختلف لا الزمن ما تغير نعم عجلة الزمان تجري وهذا اللي أعوز أقول لك إياته اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم هو هذا الآن فرصة فرصة للخلاص قوعك ينضحك عليك قوعك تفكر أنه ربنا بينضحك عليه بشوية أعمال وتقول للزمن اختلف طبيعة الله ما اختلفت فكر الله ما اختلف وقوانين ومبادئ الله لم تختلف وطبعا محبة الله مختلفت لكن عدالة الله كمان مختلفت الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية يعني بكلمة الله والذي لا يؤمن بالابن اللي هو يسوع المسيح كلمة الله لن يرحيا بل يمكث عليه غضب الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر